بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب إن شاء الله بخير إن شاء الله بهاي المحاضرة رح نحلفت مجموعة متنوعة من الأسئلة رح نفتر بها على محاضرات الهيد ترومو رح نفتر شوي على محاضرات الليجين لوكالزيشن نروح على محاضرة البين رح نفتر شوي بالمواضيع مارين يورو تحديداً تقريباً رح نركز على الشورت أنسر بنسبة أعلى أوكي بالنسبة رح نبدي ببداية أسئلة استذكارية هاي هو صح سؤال بس هو رح يذكرنا بتفاصيل مهمة أوكي هل هل هاي المحاضرة خصوصاً هسا هي أول خمس دقائق رح نحشفت من أشياء متقدمة أو مو متقدمة يعني مغلوطة بس يعني هي ماشية بعد ما تقدرون تناقشون بها لازم تمشي عليها رح تحدي أثناء الكلام فلس بس ركزوا يا نا يجيكم مرة السؤال أثناء الشورت أنسر يقول يعني بين قوسين شخص رح تخاف لا لا تخاف لأن تشغيل من يقلك شخص معناها وجاب لك في شيء كلش معروف إذا رسبارت يجب لك اسمه وإذا سي أو بي دي قل لك يدخن رأسنا عن متعروف سي أو بي دي وإذا مثلا يقول لك ضربة شدفة إذا تفكروا بأم آه يعني يطيق أشياء حلوة ضربة ظهرة يعني بنكرتايتس مثلا تلقى عند مثلا أسايتست معناها مشكلة بالكبد يعني ما يطيق أشياء شوية مزعجين شوية يعني ما يسعدك لشوية المستوى العليل هي أنت أول ثلاث مراحل باي سيكس وليس كلي نيكل زيان من تحيل دائما كذب بي داك قلم وشخبط ولا تطفر أوكي هاي ثلاث كلمات احفظها كذب بي داك قلم انت كاذ القلم واكتب ولا تطفر اكتب يعني شخبط إجاك سؤال قل لك شخصني هاي الحالة أنا قاعد بالطوارئ قاعد بالطوارئ ساعة بثلاثة بالليم إجاني واحد طايح ما جاي يقدر يتحرك قصة مالة البولس لقات قلبه لقيتها خمسين خمسين شنو يعتبر نازل أوكي نسميها شنو نسميها برادي كاردية اكتب عليها برادي كاردية شباب ترى النبض الأصلي يعني إذا الدراسات السواء هاكو دراسة صارت بالفين والسبعة شافوا دقات القلب الطبيعي هي أصلا بين 48 إلى تقريبا 90 أو 80 تخيل فيعني هذا ممكن نعتبرها طبيعي بس بالدراسات السواء فإحنا نعرف حتى إذا سيلك في الأوسكا ويسيلك فدقات إحنا نغذيها ما شيء هي من 60 إلى 100 فيعني هذا نقدر نعتبرها سحاليا هو المريض ماتك برادي كاردية حتى ما واضح وليه شيء تدقاته أصلا بس يعني جايك لك الإنسان رياضي مرات عادة دقات خمسين أوكي الدقات القلب هي سحاليا خمسين تكتب عليها برادي كاردية يكتب شخبط لا تخاف عندك البلود برشار يعني الضغط بسته طبعا أنت دائماً أي مريض يجيك للطوارئ لازم تسويها الفايتل سانس شوف الأكسجين وشوف الضغط مالته وشوف النبض البولس أوكي واستجابته حتى غلاس كو كومة إذا كان ومغمية عليه غلاس كو كومة إن شاء الله هنشرح له محاضرة باشرة البلود برشار لقيتها 180 على 120 يعني شنو يعني الضغط عنده صاعد ش تكتب عليها شنو هايبر تنشن أوكي هايبر تنشن أو يعني هاي بلود برشار هاي بلود برشار زيان ما جاب لك بعض سالفة ثانية يقل لك الشخص هذا طبعا هم كلهم بلولينة المكتبين هيد انجر يعني قايل لك مضيقوا براسة مدعون طاقة راسة وجاي بيليك طواريب كل حالي الحالات فإنت سحاليا تقول هذا شخص انظره براسة أشهر الحالات واللي إحنا نتوقع هذا بمضيق براسة هي إنترا كريني برشار يعني يسعد الضغط مع الراسة زيان إدي سيلك سؤال هو هنانا متعمد وطاك هاي البولس وطاك البلود برشار كيلك الشخص عندك هذا هناك جاي براديكاردية ذقات قلبك قليلة وهاي بلود برشار يعني الضغط عنده عالي هو لو بعد يريد لك يحلك إياها ويجيبها ناصة يقل لك تنفس مالته إررغويلار مو طبيعي بس هذا أنا ما يذكر انك بشغلتين بشغلة أوكي أو شي نسمي ترايات الثلاثية تذكرون عليها المضروب الناسة مشهورة بشي يصير بي كاشينج ترايد كاشينج ترايد هي ثلاث شغلات الصير بالشخص اللي يعني يرتفع الضغط برأسه يعني كده يتجد باتولوجيكي المرض أو مهم هيدنجري مشهورة بي كاشينج ترايد شباب الصير بسيب شنو الصير بسيب يعني من تشوف هذا الشخص عنده هاي الكاشينج ترايد يعني يقول هذا عنده ارتفاع بضغط الدماغ رايزد انتراكريني فإذا هو يقول لك شخص يقول لهذا شخص بحاليا كاشينج ترايد إذن هو جاي يقول لك شنو دياغنوزز فور رايزد انتراكريني راشر رايز اي سي بي يعني انتراكريني جايك شخص هم خمسين شخص ثاني وانت هم قاعد صارت بالأربعة جايك شخص ثاني صارت دقات القلب ملت خمسين أنا جايحتي بطي وعلى رحتي حتى يعني تنطبع الأفكار فهي المهم جايك شخص دقات قلبه خمسين دقات هم نقول برادي كاردي ضغط هالمرة لقيته نازل ضغط هالمرة لقيته خمسة وثمونية على الربيعين هذا ضغط نازل والبولس نازل هذا من يصير هذا نشوفها بحالة دقات قلبه يعني راح يموت يعني نقول عليها حالة مشوك حالين هو شوك ها ومضرب رأسي هاي ضربة الرأس مرات شنو مو شرط تظهر لك تظهر لك بشيغلة ثانية اللي هي رادي كاردي ولو هايبر تنشن لو بلود براشر هاي من تظهر لك هاي معناها احنا صار عندنا شوك الشوك أنواع اللي هي هايبوفوليومك شوك كارديوجينك شوك وسبسيس مثلا اللي هو ما الدم والآخري المهم اكو واحدة نيوروجينك شوك هيصير بسبب ضربة بالعصاب تخلي سمباثتك يطفع ما يشتغل صحيح ويسعد البارس مباثتك تعرفون البارس مباثتك شو شغلته الانسان المرتاح يعني دقاتها قلب يضقيل الضغط يقيل وهذا خطر انت إذا ضغطك قيل ودقات قلبك قلت معناها الدم ما جاوصل للعضاء ممكن راح يموت جسم هذا المريض لازم تلاحق له فهاي الحالة يسموها شوك بس هات حالة لازم تحدد له انيوروجينك شوك ليش ظهرت عندي لاندي هينجوري اوكي زين زين هاي هنا هاي هنا نبه لك كاتب لك ويا لازم تذكر معناها يعني مضروب الحبل الشوكي كيدي يعني هو مدام صارت مشكلة باللس مباثتك والبارس مباثتك فهي المشكلة واللس مباثتك زين اجاك شخص خلق ارسم لك صورة هاتش يعني هاي سهلا مثلا شخص ولو مدري شون شخص بس المهم شفنا اكو مشكلة يعني عنده مشكلة مثلا طبعا هاي جهة الرايت وهي اللفت فليقيت اتا عنده مشكلة وين المشكلة وين بالعين اليمني اوكي لقيتها داليت متوسعة يعني العصب الواصل اللي هو اوكيولوموتر مضروب وشفت عنده لفت هيماباريسيس يعني شلل بالجهة اليسرة يعني هنا أنا هو رجليسرة هاي الجهة كلها مشلولة وعين اليمني مضروبة اللي قارق يأنا Legion Localization قلت لك هنا رح اصير علامة X كأنه صار X يعني صار الجهة مننا مضروبة وجهة معاكسة مضروبة هاي الليجن تتميز بيها منه تتميز بيها Brain Stim هو اللي يتميز بهاي الحالة اللي يصير لانه ليش لان البرينستيم من ينضرب البرينستيم يغذي يعني مثلا الراي البرينستيم أكو أنوية بي أنوية موجودة على الجهة اليمني وجهة اليسرة منسر بيضربة مثلا خل خلنا أفرضها مثلا هاي العين وهو مغذيها هلا زغر الغط لسا ماكونا مكان واحد يرسل الشيخ بطمئ هسا تخيل عندك هاي العين وهنان تغذيها هاي الأنوية المعينة اللي هي موجودة داخل البرينستيم البرينستيم من تجي العصب مثلا هسا هذا جزء الأيمن من الدماغ أجل من الكورتكس نزلت الأعصاب فمن تنزل هاي الجهة نفسه العين مثلا إحنا جاي نحكي على مثلا الرايت خلنا نفرض وهي العين الرايت جاي تتغذي من نفس العصاب من نفس العصاب من هاي الجهة ونزلنا هل نرسم لك هسا هذا مثلا الرأس هسا هذا حاليا وهاي إيد وهاي الرجل من رح ينزل يوصل تقريبا هايش يوم مكان معين ورح يقلب على الجهة المعاكسة فتنشل هاي الجهة فأنت منصر عندك الضربة بالبراين ستم إحنا جاي نحكي بالرايت أكو نفس الرسم هسا هذا الرسم بالليفت وجاي رايح بهاي تجاه هسما العلاقة فمنصر عندك مشكلة بالبراين ستم تضرب هاي العصاب اللي هنا فالعين نفس الجهة رح تنضرب ليش لينت تغذى من نفس الجهة زيان بالنسبة لإيديان رح تنضرب هاي الجهة لو هاي الجهة من الرسم جاي شوف إنه هو جاي يصير قلبه فراح تأكيد إذا صارت تتضرب هنا إذا صارت تتضرب هنا نفس الجهة من العين رح تنضرب بس الجهة المعاكسة من الجسم رح تنضرب حسا فهمنا إحنا صار عندنا براين يعني صار ضائم مشكلة بالبراين ستم ليجين أو ضغط عليه زيان هو قلالك المريض بي شنو هي دينجري مضروب راسي المضروب راسي تعرف إنه مرات تتطور الحالة ش يصير بي يصير عنده هرنية يعني جزء من الدماغ مالته شون قل ينضرب خلا رأيك الصورة يعني هرنية شون مضرب العربي شون نيش من أرقد أنا شاء الله ما تطلع لي رأسي ما مشكلة هاي الهرنية شون والله طلعت شوفها حتى كاتب لك ياه أنا أكو نوع هاي تمبورل مصارت مثلا أكو ضربة قوية جزء من هاي اللوبات راح تبدد الدين دفع وتنزل هذا شنو هذا الجزء هذا البرينستن فمن ينضرب أشهر الأحصاب اللي راح تنضرب كاتب لك ياه ثيرد ثيرد كرينيال نيرف فلهذا يصير عندك شنو مشكلة بالعين ليش ليعين من غذية ثيرد كرينيال نيرف ولهذا ظهر أنا عندي بالسيناريو مالتنا ظهر عندي هذا السيناريو إن الشخص الجهة المعاكسة الليفت مضروبة والعين اللي يمنعك وصارت عندك علامة الأكس واللي هي هاي برينستن فنتيجة منو يا هرنياشن يعني من نسبة بهذه المشكلة الهرنياشن رايت أنكل هرنياشن ليش قلنا الرايت لأن قلت لك بما أن المشكلة بالعين الرايت تتغذى هي من نفس الجهة ما البرينستن فهم رايت يعني الأنكل هرنياشن صار بالرايت ولهذا ضربة صارت المشكلة باللفت بالجسم يعني أكثر من تجري أفكار ما أعتقد أك وبعد يعني ما أتفقين فيهم أوكي قل لك جبت سيتي ولقيت شكل كريسين ترك هذا شرحت أنا طبعا مفروض أنتو كملت محاضرة حتى تجون هنا أوكي وين أنا وصلت هنا شونا يقاهم سوريا سلقالكم ياها ها أوكي قل لك شفت شكل كريسين ترك بواعت بالسيتي ولقيت شكل كريسين ترك هذا أوكي ترى يغير السؤال ممكن هسا راح أقل لك شونا غير هسا قل لك كريسين ترك كريسين ترك يعني شكل الهلال هذا شنو معنى هذا شنو الشخص مصاب شنو هاد اتفقنا بالنيورومجين منشوف هذا الشكل معناه هو سب ديورال هيمتومة هاي الديورة هو أنت عندك الدماغ محاطب منينجس اللي هي ثلاث طبقات بالخارج كل شي ديورة جواها الأركانويد وجواها البيامتر الدم مرات يصير فوق الديورة فوق بالأكستيرنل نسميه إكستر ديورال هيمتومة ومرات يصير لي جوي سب ديورال هيمتومة يعني تحت الديورال فمن يصير تحت الديورال يكون شكله هذا الهلال فمنشوف شخص عندك سب ديورال هيمتومة زين تبقى تحديد الأكيوت لو سب أكيوت لو كرونك إذا قل لك طاك فترة أقل من سبع تيام قل لها هي أكيوت قل لك أكثر من ثلاث أسابيع يعني إذا قل لك أقل من أسبوع حاي أكيوت أكثر من ثلاث أسابيع حاي كرونك بينات نتقل لها سب أكيوت مرات ما يقل لك كريسنتر قل لك شبناها مثل العدسة بايكون كيفيج هذا شنو هذا هو الاكسترا ديورال هيمتومة اللي يصير لي فوق بين الديورة وهذا شنو الاسكل ما الدماغ ما الجمجمة أوكي وضحت الفكرة أعتقد هسا شوف سب ديورال هيمتومة هنا أنا شنو ما طاك وقت بس قل لك هايبر دينس من قل لك هايبر دينس يعني بيضة صايرة هايبر دينس يعي سودة والبيضة صار شنو بحالة الاكيوت فنقول الاكيوت سب ديورال اجاك شخص هميا صارة ساعة بالستة الصبح جايت بدت يد تروح تخلص ماك تكشفت شو جاك يتراقلون يقول لك واحد هذا شنو لقيناها فاقد وعي صالة ساعتين ليش يا بمدعوم ما دقوا قرأس هيد انجر عنده قلت قلهم يا بساعتين اندي سولة سيتي سكان بسرعة سوتي لقيتها نيكتف نيكتف يعني ما بي اي شي هاي درباك مو نيكتف يعني اكو خطر لا يعني نيكتف يعني لقيتها نورمال سيتي سكان نيكتف سيتي سكان يعني نورمال يعني ما بي اي مشكلة وهو فاقد وعي صالة ساعتين ومضروب راسي هاي الحالة شنو ممكن تترجم هاي معناها كأنه سي راحل شخص بكم كشن اوكي كم كشن تقريبا او 6 ساعة 8 ساعة كيش ما يظهر 12 ساعة ما يظهر شي وراها يبدي تقريبا وراها يبدي يظهر بالسيتي سكان فهي هاي تفسيرها هاي الفكرة شباب وضح تعتقد الفكرة بالنسبة لها اوكي انا حطيت ارقام ايه شي راح اختار هنا نروح الصفحة 13 حلو 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 هذا خوش راح يسوي لكم مراجعة راح اجيكم لهذا الملخص الكلش حلو اللي نسوي مدري منه صراحة اه بعض عدنا احنا في شي نسمي كورتكس اوكي على اسوال الكلام هجي راح اخذ جزء منه هاذا جهة المثلا الفت اللي نحنا دايما بالعكس وعندك انانا هاذا الجهة انا طبعا على كف شباب اكثر رائدتها حتى ما اريد يعني استعجل عليكم وريدكم تفهمون كل شي اوكي وهي winds1 glich المعاكس والله والله ما أدري شنو هذا المهم المهم هذا كورتكس شواني نقلب ما أدري المهم أعتبر هذا كورتكس وهذا كورتكس أوكي وهي جهة الرايتس قلت لك إذا كليسر منها فتكتب ريتس يعني الجهة معاكسة رح تبدي تظهر عندك الأعصاب خلص نسولف على هاي جهة الليفتس مثلا تبدي تظهر عندك روتس نير روتس تبدي تظهر من هاي جه فعندك هنانا عندنا منطقة رح تعبر بيها هي شو نقول العصاب اللي هاي نسميها brain stem أوكي عفوا نسميها internal capsule هذا بالأسود الرسمت أنا اسمه internal capsule internal capsule واللي هذا بالأحمر الرسمت أنا هذا معناه كورتكس واللي هذا بالأسرك هو هذا العصاب اللي هو هذا corticospinal tract اللي هو هذا المشهور اللي نسولف عليه احنا المهم يبدي ينزل يعبر يعني يخلص الكورتكس وخلص ال internal capsule رح يبدي ينزل بطريقة من رح يبدي ينزل بطريقة رح يجي إلى هنانا عندك التمولود منه عندك عندك brain stem هذا الجزء هنا نسمي brain stem نانا عندك البونز المدلة المدي برين المهم رح يبدي ينزل ينزل بطريقة أنه بشي ينزل رح يسوي رح يقل له يبدي يغذي الجهة المعاكسة اللي هي رح يغذي لك هنانا مثلا ال right عفوا ال upper limb ال upper limb وعندك هنانا مثلا lower limb ها سواب ها أعتقد الفكرة يغذي لك ال right عفوا ال upper limb وال اي هو right يعني هذا الجهة ال right upper limb وال lower limb فلتبدي الأعصاب تخرج مننا أنا أتكد من الصوت يبدي الأعصاب تخرج من left cortex بتجي لل internal capsule تجي إلى المدبرين وتغذي أكون نقطة أنا ما صرفته المدبرين بأنوية أنوية يعني هاي النوات وهاي نوات وهاي نوات أوكي هاي الأنوية شبيهة رح تكمل طريقها شبيهة مستقبلات وكل نواتها تغذفت مثلا الأربعة ثلاثة خمسة أوكي ستة سبعة إلى آخرهم وكل وحدة تغذين جهة معاكلة جهة خاصة بيها أوكي وهنانا عندك ال upper limb رح يغذي لك هناها مقاكنوات وهنا هاي الهمية رح تستقبل أوكي هاي تستقبل لل upper limb وهاي تستقبل لل lower limb أنا بتعمد خليت نكلم بالأصفر أريد أكل لك شغلة آه طبعا سوريا جلسة مراجعة بس حتى توضح الفكرة اللي هنا إذا صار عندك فيد ليجين معين هسا خنسؤلف على الليجينات إذا صارت عندك ليجين بهذا الجزء هذا هذا الأزرق كله أوكي نفس الخطة السلماشية نفسه أي مشكلة بيصير رح تظهر لك أعراض ال upper motor neuron legion تظهر لك أعراض ال upper motor neuron legion أنه أصلا جايات من الأبر يعني من الكورتكس يعني من القيادات العلية رح تظهر عندك ال upper motor neuron اللي هنا يتميز عندك بال hyper reflex hyper أشياء hyper أشياء زايدة أوكي rigidity لا من تكفض العضلة تلقاهها تشخشنا كلش ولا motor neuron لا تلقى بالأشياء ال hypo hyper reflex hypo ton flaccid bun flaccid muscles وهكذا أوكي فأنت من يقلك نوع lesion أسعفنا من أول خلنا نكمل طريقنا فمثلا من الصير عندك fed lesion معينة أوكي بالكورتكس رح ناخذ السيناريو الأول هذا عندك الكورتكس رح أكبر الخط رح أصير مثلا عندك مثلا fed lesion بالكورتكس أوكي شو رح يصير صار أول شي هو بالأزرق فرح تبدي تظهر عندك hyper motor neuron lesion فرح تلقى الجهة يعني شو نقول الجزء المضروب من الدماغ كل مضرب يعني تلقى الوجه عفوا الابرلم يعني يدينا اليمنا والرجل يدينا النيسرة كل هن مضروبات وما جايز وما بهن أي يعني مضروبات بين قوسين ما جايش تغلا صحيح رح أسئلك سؤال هذا هسا رح نتفق انضرب وهذا رح نتفق انضرب من انضرب الأزرق اللي هو هذا من القيادة العليا رح تظهر عندك upper motor neuron اللي هي أشياء هايبر الكرانيال نيرفس ذننا رح يتظهر علي العيون رح تشوف عليها المشكلة رح اقل لك لا ليش لي انذن الكرانيال نيرفس السنوز أنا قلت لك ينا جايز غذن من هذا بنفس الوقت هذا الجزء الراية تهمي غذيه النفس فإذا صارت المشكلة هنا هذا عادي غذيه ماكو مشكلة فهمنا هسه فأنت من يجيك شخص عنده مشكلة بال upper motor neuron lesion بال cortex مثلا أو مضروبة بال internal capsule هذن اثنين هن رح تلقى الأعراف contralateral contralateral بالجهة المعاكسة بالجهة المعاكسة اوكي عاشت ايديكم هس سوياي زين السؤال إذا هذي رح تظهر عندك المشكلة ال high upper motor neuron اللي يجين بالأبر لمب واللورلم والإنترنت كابسول هم رح تظهر لك هنا زين أنا من يجيني شخص يقل لي كيس يقل لي بيشنت مثلا صار عنده head injury أو صار عنده stroke مثلا ونضرب عنده ال upper لمب واللورلم مثلا مع الجهة الرايت مثلا اوكي الجهة الرايت انضربت اوكي زين استاذ احنا نعرف هذا النجي يعني نفس الجهة انضربت يعني بين قوسين من يجيك شخص هاتشي انت مراحت رسمه انت دائما بالليك اجي الوكاليزيشن ارسم هذا عندك شخص تجي هاي ايدها هاي رجلة رح يقل لك هاي الجهة مثلا كلها مضروبة انت تعرف هاي الجهة من نصر كنترلاترال المشكلة لو بالكورتكس بالانترنال كابسول زين انا شو رح يسوي هنا شو رح يعرف انا قل لك الكورتكس بهواية وظائف الله منطي وظائف خاصة بالكوغنشن بالوعي بالادراك بالفهم وممكن حتى يدخل شوي بشاء مزاجيات وهاي فمن ينطيك مثلا هذا الكيس ويقل لك هاي الجهة مضروبة رح ينطيك مثلا لقينا مزاجي عصبي او لقينا مايركز او لقينا عنده يعني مشكلة بالدماخ مشكلة نفسية ظهرت عنده قول هاي المشكلة بالكورتكس قل لي هاي عندي انا كورتكس ليجين ليجين صايرة بالكورتكس ما قل للك عادي قل لها المشكلة اذا بالانترنال كبسو فشوف هنا من هذا الاساس اذا قل للك عدنا هاي سربل الكورتكس ليجين رح تبدي يتظر عندك أبر موتور نيورون ابر موتور نيورون انتظر هنا ليش ينقل لك هاي القيادة العليا هاي مضربة اوكي زين زين ها ان كونترالاترال اوكي ويقل لك مثلا يعني يقل لك مثلا المهم يعني يقل لك افيزيا مثلا مثلا افيزيا يقل لك الشخص يكتب لي انتا تعرف الدومينتس هي اليسرة تكون يعني بدل المعاكس فتقل لها مثلا هاي المشكلة كورتكس ليجين سربرا كورتكس ليجين او مثلا يقل لك سبيشال اجسمنت سبيشال اجسمنت يعني فالشخص ما يجي يقدر يكون واعي بمحيطة اوكي هواية امثلة عليها يعني تلاحظة شو نقول هسه مثلا انا هذا قدامي قلم خليته خلال صدعيني من ايدي هسه كفضيته هو يعني ما يقدر شو يكون ما عنده ادراك يعني كوية مثلا انا ما رجل ادخلكم بيا المهم يعني فد اشياء سبيشال وبفايز هكين رح تاخذو بالخامس الشيال المهم اشياء لها علاقة بالواعي ومدر هاي السوارف اقل لك هورتكس لا ما عنده فراح هاي انترنال كابسول و ابر موتر نيورون طبعا هنا انا اكو شي يتميز بي الانترنال كابسول ما سولفت لك علي الانترنال كابسول شوية قريبة من هاي خليش لها نمسح الانترنال كابسول مرات يعني يجيبوا ياها طاري طبعا هني متهين احنا ابر موتر نيورون متهين من هاي السالفة بس يقلك الفيس اوكي يعني الفيس نفس الجهة هنا انا موهاي مضروبة شوية مرات يأثر على الفيس سميا يعني الوجه بس انتبه شوية يعني الفيس مو الكرينان نيورفز الوجه الوجه اوكي الوجه احساس مو الوجه ينضروب يعني او يعني التغذية الموتر مو الفيس مو العيون ومدرش ينو الفيس مضروب اللي هو تقريبا يعني يعني ما يشوف هنا يعني مو ذاكب كونترا لاترال المهم يعني هاي المواصفات هاي معنا انتر ما كبس البرين استيم حسنوا لأفنها بدايت قلت لك علامة اكس يعني الفيس يكون نفس الجهة ضربة يعني البرين استيم هس هذا بالوردي برين استيم خلا اكتب هنا انا جاي سوي انا لا حولا لا من عندك مشكلة فرح تنضرب هاي العصاب ظن نفسين ما لنفس الجهة يعني تلقي نفسه ما لوجه اوكي يعني الوجه اللي يسر تلقي بمشكلة وراح تكون اكيد المشكلة بعد تكمل الطريقة رح تصير بجهة المعاكس وهميا ابر منتر اوكي ليش لين مضروبة الازرق وليس الهاي الاصفر زي تبقى عندنا سبينا الكورد مثلا عندك الحبل الشوكي اذا اريد ارسم هسا احنا الدماغ هتش يكون شكل اوكي وهذا الحبل الشوكي فالحبل الشوكي هاي النقطة الاخيرة مالتي سموها كونس موديولارس اوكي وعندك تطلع منها بعد هاي هو يعصاب كونس موديولارس وعندك سيرفايكل مثلا واحد طعنه يعني ساتشينجات على رقبته ضربة السيرفايكل كورد يعني الحبل الشوكي موجود بالرقبة رح تلقي شنو عنده هاي المضحك تلقي lower motor neuron in upper limb upper motor neuron in lower limb يعني اذا اقل لك upper limb تقلي بما ان upper limb تقلي معناها lower motor neuron lesion واذا lower limb رح تلقي upper motor neuron lesion هاي قاعدة يعني ما عريد اوخكم بها يعني المهم افهمها بالمقلوب هي المضحكة سيرفايكل يعني ال upper اليدين تلقي بها lower motor neuron يعني تلقي hyper reflexية ورجلين تلقاها hyper reflexية upper motor neuron lesion زيان الكونس مديولارس يعني بهاي النقطة صارت الضربة هنا هذا تلقى عنده رجلية ميكست يعني تلقى مثلا مفصل عنده hyper reflexية مفصل ثاني تلقى hyper reflexية يعني مضروبة بس فقط lower limb زيان عندنا الكاودا اكوانا رح تلقى بيها الكاودا اكوانا هذن هم lower limb بس رح تلقى بها فقط lower motor neuron زيان بالنسبة عندنا dorsal cord هاي بعد الاخيرة اللي هي عندك نانة lower limb بس تكون upper motor neuron يعني مختصر قصة ما شفت مضبوطات تبدي على دور على مستوى الحبل الشوكي لقيت الشغلة المضحكة هاي قول اوكي لقيت ميكست قول كون اسم الارس نوبا ما لقيت تجي lower limb اوكي اذا لقيت lower limb lower cauda اكوانا lower limb upper high doors زيان النوبا نقعد احنا اكو يسموه تقسيم على نفس مستوى legion هنا ما لا علاقة يعني شون نقول شون اجيب لك ياها خلا رويك الصورة على نفس الحبل الشوكي بس وين الصورة لقاها اعتقد رح لقاها لحظة 114 اي اي على مستوى نفس الحبل الشوكي يعني الحبل الشوكي من تقطع وتباوع له اكو هنا جزئيا نسمي posterior column هذن شنو يكون المسؤولات ذن مسؤولات على proprioception and position يعني انت من واقف شون تحس روحك التواقف صح وثابت وما تطيح هذن ذن مسؤولات عليها على الجه الجهتين ذن نسمي lateral cortical spinal tract هذن الموتور اوكي واكوهم موتور صاير هذن من anterior horn نسمي يعني lateral cortical والانتيرير ذن على شاء الله الموتور ويبقى هذا اخير واحد الوردي هذا نسمي anterior lateral هذا مسؤول على sensation بيقو اوكي زي فنجي اكو ضربات هنا مثلا اذا شو نقول اذا كلها مضروبة هاي ذن مضروبات فرح تلقي شنو رح تلقي يعني فقدان بالإحساس وفقدان بالموتور وفقدان بال كل شي كل هين مفقودات بين باللور المب يعني شنو تلقي هنا فاقد الإحساس مال ثباتية تلقي كلها معدل رأس اوكي فهذا نسمي الحالة posterior cord syndrome زين هاي هنا شنسمي transverse cord lesion transverse lesion زين transverse cord lesion اكو نفس بس شوي اصغر الصير اوكي هاي شون هنا يعني شغلة هي معاكس يعني من تلقي ها كل شي جو هاي ضربت كل شي من تلقي جسم كلها مفقود بيعني نفس الحالة هاي ترى هاي الحالة نفس بس صعدنا كل الجزء نسمي central cord syndrome هاي large central cord syndrome يعني هاي شغلة حفظ صراحة مثلا ها اكو عن نص مثلا مضروب بس نص هذا نص هنا يضحك يعني قصد يضحك الحالة مو يضحك المريض يعني خطايا وكيد يعني تلقي عند جهة مفقود بها إحساس بس الإحساس بس الموتر طبيعي وجهة تلقى مفقود بها الموتر بس الإحساس طبيعي يعني تلقاها متعاكسة اوكي وآكو يسموها anterior cord syndrome يعني مضروب كل شي عندما عدل البروبر يوسبشن فيحفظ يعني انت تحفظ صراحة فإنسا راح نشوف هساس إلي ونختبركم بها إجاك شخص راح رسم لك هسا وياه حتت هسا هذا مثلا الشخص مدري شنو سويت أنا إجاك شخص right-sided weakness يقل لك إحسا حدد إذا إجاك المريض به الحالة right-sided weakness يعني عندي of upper and lower parts of the face يعني شنو يعني هسا هاي جهة طبعا هاي جهة left وهاي جهة right عندك الفيس كله هنا مضروب هاي جهة right وبنفس الوقت with left-sided upper motor يعني الجسم هذا كله مضروب هاي شنسمي هاي الحالة علامة الإكس إذن هاي brain stem باش لازم تحدد right-life إحنا قلنا دائما نروح للفيس المحاضرة لا تطور علينا زيان نرجع إلى إلى الحالة الأخرى إجاك شخص left-sided weakness of the lower part of the face يعني تيجي left هاي مضروب left بس الجهة سفلة أوكي هاي ما يهمني left with left-sided upper motor وهمي نفس شي هذا كله مضروب أوكي قلت لك أنا إذا مضروبة كلها نفس الجهة يعني معناها أنت تفكر لو بالكورتكس لو بالإنترنال كبسول إذا نفس الجهة قلت لك علامة إذا نفس الجهة لو الكورتكس لو الكبسول الإنترنال كبسول فهو مدام ما جابي الأفيش جوهاج شوالف فإذا تفكر بالإنترنال كبسول زيان right لو left بما أن هي بالليفت فأنت تضرب بالليفت ما الفيس شوف صحي right 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 هسا قلت لك سأكون المعاس مقلت لك يعني الجهة المعاكسة الوجه وجه وجه وجسم مجهة المعاكس ثانية بالضرب من رأية اضيف لك هذه الحاجة بس مقلصت حالما ه hoop مزيلا اجاك شخص هل نرسم هميا اجاك شخص left side upper motor neuron body with lower motor ها يقلك left side يعني جهة هذه الجهة كلها مضروبة motor neuron body والlower limb اضعف من upper limb يعني هذي اضعف هاي هنانا الحالة غريبة ما جبنا طار ال legion انا ما نزلت عليها هاي يسموها اللي تجيك الشخص من يقلك she be more هذا اكثر من هذا هذا شونا اوصل فلك اياها اوصل فلك اياها بهالطريقة بس خليت ذكر ها صفحة كان ما جاء احد دقيقة هاي يسموها وتخر لوك تضغل الدماغ يفقد عادي هاسا بس دقيقة هاسا لكلكم ياها انتيريار سر ها شوف الجسء الخارج من الدماغ اللي هو جهة اللاترال هاي نفسها اللاترال هاي الجهة الخارجية نسميها ينت الدماغ مقسوم بالنص اوكي هاي الجهة القريبة عن النص نسميها ميديل هاي قديما مرحلة ولا نعرفها والجهة البعيدة هاي لاترال هاي جهة اللاترال اوكي منو يغذيها يا يعني هذا الاحمر يا شريان الميدل ميدل سر برا آرتري يغذي هاي الجهة اوكي والميديل منو يغذيه الميديل يغذيه الانتيريار اوكي اذا فرضنا ها وهنا عندك شنو هذا الواجه نفس تقدر تعتبر احنا هاي نفس الجهة اذا مثلا الضربة صارت شو نقول او هاي الجهة ماتت او صار بها فد مشكلة بلا آرتري اللي يغذي هاي الجهة الميديل اللي هي منو يغذي الانتيريار سر برا آرتري رح حصير المشكلة وين جاي تلاحظها اكو رجلين هاي لورلم معناها اوكي فهو سبيل كي يزقلالك اللورلم مضروب وصارت بها مشكلة هاي لورلم قلالك بها مشكلة اوكي اكثر من الابرلم 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 صار بجهة اللاترال اوكي يعني الابرلم يغذيها هذا الجزء اللي هو الميدل سر برا آرتري وهذا يغذي الانتيريار سر برا آرتري فبما انه جاي يقولين مشكلة او يعني نقول اللور مضروب اكثر من الابر معناها اهنان الارتري المضروب هو بيه مشكلة اللي هو شنسمي اللي يغذي هاي الجهة الميدل الانتيريار سر برا آرتري اذا غير الكيس قلالك شخص عنده مشكلة بالابر اكثر من اللور اذا الابر تدري بها صار هي جهة اللاترال واللي يغذيها هذا الاحمر اللي هو مدرس الارتري معناها المشكلة فسوجا يقولك المشكلة وين يقولك الرجلية اضعف من ايدي مثل اذا نرسم هذا الكورتكس اتفقنا اهنان الرجلين تكون هاي وهنان الفيس فهاي الرجلين منه يغذيها الجهة الميديال يغذيها الانتيريار اوكي الانتيريار سر برا آرتري زين تقول للمشكلة اذا عندي انا بد اتركشن صار بالانتيريار سر برا آرتري زيان عدنا سرفرات بجهة right و left احنا دائما نقول لكورتكس يغذي جهة المعاكسة اي شي بالكورتكس يغذي معاكسة فإذا المشكلة بما أن المشكلة هي بال left فإذا right عن 3 سرفرات هاي 3 كيسات كلش مهمة زيان المهم عدنا شخص 50 سنة مو شخص شخصة يعني مرأة عمرها 50 سنة اجتني يعني معتدين عليها بالساتشينة ظهر بيها برقبتها بس تحديدا وين مو من جهة لقدام ظهر رقبتها مضروبة بساتشينة جغذ صارها مضروبة صارها اسبوع اجتني لقيت اكو يعني سويت physical examination لقيت اكو فد يعني شو نقول مكان مضربة اوكي office tabbing يعني وين صاير بجهة right side يعني هسا انت مقاعد اوكي هسا انت قاعد وسباب المحاضرة مد ايدك وراء رقبتك رقبتك بيها جهة right اللي هي ايدك اليمنى وجهة left هي صايرة وين جهة right يعني ايدك اليمنى سمو جايتك ضد تظاهر رقبتك هي هنانا صايرة بالright posterior neck wound اوكي فالمشكلة اذا كانت بهذا الجزء اللي هو شو نقول reveals right side posterior neck هي هنانا يعني جايقلك فالمهم يكمل كيس مالتا يقول right side body weakness يلي ييني ايدها ورجديها اليمنى ضعيفات اوكي يعني بيها lower motor weakness in the upper limb and upper motor neuron in the lower limb صارت المضحكة مو صارت المصارت يعني عند lower limb شو نقول lower limb مضروبة والlower limb يعني lower بيها upper motor neuron lesion والlower limb بيها lower motor neuron lesion زي what do you accept to find an essential examination of right side lower limb زي حتى نفهم هذا السؤال نرجع الى فتش هنانا خاص بنا طبعا انتو هسا معظمكم راح يقول شنو هاي المضحك اذا راح نقول هسا شنو عندنا احنا lesion بالcervical cord lesion هذا شيء صحيح متفقوا ياك انا بس هو راح يسأل على الاحساسات اللي هي نفس الرسمة هاي صفحة 95 لا مصفحة 115 صارت ويرغب بما انه هسا احنا متفقين بس هو سألك سؤال يقلك هلأ قرأ السؤال حتى نجينا يقلك what do you accept to find in sensor examination of right lower limb هس احنا ندري جهة الرايت هو جهة الرايت مضروبة يعني ايديها تلقي upper limb تلقي بها lower motor neuron lesion ورجليها اللي هي lower limb هما جهة الرايت upper motor neuron lesion زين يقلك بالنسبة الاحساس sensation جهة الرايت هميا هس انت سولفتلي على الموتور زين موتور شوف سنسور شرح تلقي بي السنسوري حتى تفهمها تعرفها رح تجي على هاي تتذكر هاي الرسمات من يسي لك هالسنسوري زين احنا شنو شنو كانت الضربة ضربة من جهة وحدة اوكي اللي هي hemo cortis lesion فبما ان الضربة من جهة وحدة فاذا شرح تلاحظ من نفس الجهة شوف الضربة شون هنا صايرة بالجهة الوحدة شوها شون صايرة هنا فشنو صاير بالرجل اكو رجل صارت الضربة اللي هي نفسها هاي الرجل رح تلقي بيها فقدان ازرق واخضر ازرق يعني البروستيبشن والبوزيشن ما يقدر يسيطر ويوقف عدل ورح يخسار الموتور مال هاي نفس جهة الضربة واحنا تونق لنا قلت لك الضربة صايرة بالرائت وانت جلقيت مشاكل بالموتور ابر ولور موتور نيورون لقيتن بالايدين همى الرائت زين يقل لك شنو بعد تلقي من ناحية الاحساس ترى هذا هم سنسيشن فتلقي تقلنا الاحب انه عنده فقدان باحساس البرو بريو سيبشن ان بوزيشن سنس ها اذا سألك سؤال الرجل الاخرى المعاكسة يعني مثلا اذا هاي الليفت هاي الرايت هوا هسا احنا شن جاي نحكي عن الرايت خنقول هسا مثلا هاي الليفت قل لك يعني الجه المعاكس شنو رح تلقي بيها مشاكل تقل لها رح تلقي بيها مشاكل سنسيشن ما بس الموتر ما بيها شي طبيعية ولهذا من رح يسيلك بالكيس يقل لك شنو هسا بالسنسيشن بالرايت هسا هاي افتاهم الموتر مضروب زين السنسيشن منه المضروب عنده التمبراتر ما البوزيشن قل لها بوزيشن المضروب زين يقل لك الموتر ما الليفت ما جهة المعاكسة احنا انتفقنا هاي شنو سمينا هالحالة هاي الحالة طبعا هاي نسميها براون براون كيري او شسم اللقيقة اه براون سيجرد اوكي سندروم الجهة قلت لك خلني اتفق على شغلها الجهة صارت بيها ضربة الموتر رح يفقده وهو قل لك بالكيس انفقدت بس وسائلك على السنسيشن هم مان نفس الجهة قل لها رح يفقد شنو هاي اللي بالاخضر تسم البروزيشن والposition sense بس الجهة المعاكسة يقول لك رح تفقد الموتور تقول له لا خطأ رح تفقد بس السنسيشن اللي هو الموتور ما تلقى بيها اي مشكلة فليهذا هو من سألك بهذا السؤال يقول لك من تروح لجهة المعاكسة رح تلقى بيها مشاكل من الموتور تقول له نورمال شنو تتوقع تلقى نورمال ليش لين مشكلة هي بالسنسيشن شنو تتوقع هذا المرض انت عندك مشكلة بالسرفيكال كورت بس شنو هذا تحديدا نسمي كورت هميسكشن اللي هو جهة الرايت ليش الرايت لين هي المشكلة بالرايت نفس الجهة الظهر يعني قلت لك نسمي بروت سيقرد سيندرو زياني يقول لك إذا تنطي ستيرويد أدوية ستيرويد تفيدة لا أول 72 ساعة ما تفيد هم مكاتبين بتجواب النظمانية ماضي محتمين عليها مصدر بس هي أول 72 ساعة يفيدك الستيرويد تتنطي بس إذا عبرت بعد ما تفيد لين هو صالة أسبوع 72 ساعة يعني شغيرة ثلاثة يام في عوهر ثلاثة يام رايحة فما تفيد ماكو أي بنيفت أنا أتمنى يعني كل شي أتمنى يعني جاي تفهمونه يعني إذا فكار ما أدري إذا فهمتوها أو لا يعني إذا ما فهمتوها قلوا لي وطبعا هو يقدر هذا الكيس نفسي يقدر يغيره يعني على هذا الأساس يعني مثلا يقول لك إجاك شخص هم ضربينه مثلا ستشينة مثلا وهذا الشخص المضروب ستشينة للأسف لقينا ما يعني لا عنده موتر ولا عنده سنسوري بس لاحظت أنا وأنا جاي أشو يعني أختبره إنه فاقد هو إحساس بالثباتية ما المكان الخاص به فشنو تتوقع بهاي تقول لها بوستيريار كورد سندروم ليش سميناها بوستيريار لنا مضروب بس البوستيريار زياني تقول لك إذا فحصت إنت شنو تتوقع إذا فحصت مثلا مثلا الليفت لك أو اللورلم ما بيها لا موتر ولا سنسوري السنسوري الوحيد المفقود هو البوزيشن وهكذا على نفس الكيسات الباقيات يقدر يسوي عليها إذا ما فهمتوا إيش يقولوا لي أنا إذا إن شاء الله هذا هنا صراحة سهل يقلك شخص عنده نوع باين اللي هو مثل الكهرباء وين صير وجهه الأيمن جهة الأيمن من وجهه What type of pain does this patient have إذا شخص عنده إيجاك وعنده شو نقول right-sided pain of the face نوع الألم lacinating أو نسميه electric يعني مثل الكهرباء يقول لك حيث الكهرباء بخدي الأيمن شيخصنا لقينا أكو مشكلة بتريج مال نيورو يجي يجي كل أسئلة يقول لك شنو نوع هذا البين اللي هو يتميز بالكهرباء هذا نوع من الكهرباء إحنا البين عدنا نوعين أراجع لك محاضرة البين يعني مشكلة صائرة فالعصب جي يحس بهذا الألم فينقلك الألم نسميه هذا الألم نوزي سبتف وذاتي تعالجة تطي أوبيويت مثل مورفين ترامادول كوديين وأسوال أكو لا أكو بين يصير هو نفس العصب هو العصب مضروب يعني إذا نرسم هذه الرسمة أكو مرات لا هنا المشكلة صائرة والعصب جي يحس بهها يسميناها نوزي سبتف أكو مرات لا هو العصب نفسه مضروب فنسميه اللي هو هذا يعني إذا يعني نقول العصب مضروب بمشكلة أكو بنوعين أكو هذا المشكلة بالألم يعني يجي ألم مستمر هذا يحتاج أن تدخل بأدوية النفسية ويدخل يعني أطباء نفسين وأسوال وأكو لا يروح ويجي يروح ويجي ننطي هاي أدوية مثلا ما الأنتي كونفوليسنس اللي هي مثلا أدوية الإفليبسي هس يدي سألك رح يسألك تقل لك شنطي هاي أدوية تقل لي أنتي كونفوليسنس لأن هو نوع الألم باروكسي سمول ترى باروكسي سمول دخيل الله وين جاي روح هاشوف باروكسي سمول فإذن واتاي بتقل له هذا نوع الألم شنو نسميه نيورباثيك وليس نيورسي سبتف أوكي اكتب عليها نيورو نيورو يعني هو العصب نفسه بباثيك أو ألم بس تدرك تقل لك أنتي كونفوليسنس ماذا شنعي سمول جماعة الفارما هنا شافوا هذا الكيس قال هذا خوش كيس أنا أريد أدخل بي يا بشون تدخلون هذا الماء يعني رح ينطيك هو لطالب أنتي كونفوليسنس بس أنا أريد ينطيني مثال على هاي الأدوية إحنا منطيهم بالمحاضرات الفارما حالة تريج منال نيوروليجيا وقدنا لهم هذا الدول مشهور بالتريج منال الأدوية أريدهم يطوع وإذا ما نطيهم صفر على هاي نقطة أصفن 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 شا سوي أوديكم من محاضرة الإبليبسي صرفت لكم على أدوية يسميت جماعة الكارباز كاربازابين أوكسي كاربازابين أوكي والسكاربازابين فالمهم يمكن أن يجتمل هاي ميكانز ما ديها سحلمون محاضرات فارما بس قلت لك الكاربازابين يفيدك بأدوية الإبليبسي لنوع الفوكل والجنراليز ويفيدك بأدوية الإبليبسي فمثلا عندك كاربازابين ممكن يفيدك ويقل لك أريده فتختار كاربازابين دراج تولرانس هاي السئلة دراج تولرانس يعني يقل لك تعرف دراج تولرانس هنا تلف تعرف إنه وابحات كلش تولرانس يعني الشخص من تطي دوا بعد ما يستجيب إليه دبندنس يعني إذا يعوف الدوا حالة السوق وادكشن ما يقدر يعيش بدون هذا الدوا أوكي ما يقدر عيش إلا فالتولرانس هو فنحتاج جرع أعلى حتى يوصل نفس السائل نفس الأفكت أكو هنا أنا هذا السؤال يقل لك أكو شيخص هاي وراء ست شر هذا الشخص هو النفسي قال مصايت عنده مشاكل بالنوم ما جاي ينام عادل في يقل لك هذا الشخص سيستم موجود بالدماغ مسؤول على هذا النوم والقاعدة وماذا شنو نسمي راتيكولار اكتفيتنج سيستم هذا هو الموجود قال له هذا موجود بالمدلة ويتجي نحو البونز والبراين ستم أوكي هنا هذا 28 أروح هذا حلو خوش مراجعة يقل لك شخص إجاني with the gradual onset of life sided body weakness يعني من تجي الإيدية هاي نفس إذا ما اتبغنا هاي جهة الليفت وهاي جهة الريت هو يقل لك هاي سايدت gradual شباب أكو أشياء يسموها يعني بالكيس بني حشي لا عبالك جاي سولة في الحياة هو ومرات يحلك السؤال ترى بالكيس يعني ويطيك الأسئلة يعني حرفين ظل انت تاخذ من الكيس وانت حل تاخذ من الكيس وانت حل انا واش عايف منكم يعني ما محترم الكيس فراحة يعني ما در يدير يقل سولة في الكيس ترى هو الكيس يطيك وازم وصير اشياء يعني مرات يطيك كلمة وكلمة وثلاثة اذا ربطت انا رح تحل الكيس كلي فمثلا انا نا نا هلو يمكن نصيحة اكو مرات يجيك يقل اكيوت ومرات يجيك اكيوت اذا اجدتك مشكلة بالأعصار مثلا كلش اكيوت يعني رأسة صارت رأسة او المشكلة ظهرت بسرعة يفكرون مثلا انفكشن يفكرون شغلة تراوماتيك يعني مثلا هيدنجري يفكرون مثلا صار ستروك او مترشين هاي اشياء اذا شغل اذا شغلت اذا شغل اذا شغل نفكر باشياء اشياء تاخذ وقت يلا اشهر الكانسر التيومر هو اشهر شي ياخذ وقت طويل يلا يتمتي اذا ظهر مشاكل بس ونفس الوقت اذا ظهرت المشاكل يربع لك من نشد دروس يقرعان فهذا وجه يقل لك شنو عندك شغل عندك راجول انسيت أوف لات سايد بادي وكنس في ذلك تفكر انت هو مثلا مايستيني غريفز يعني سبب او مثلا تفكر هو شهر شي دامين يجيبون مايستيني يريدك توصفها ووضي تشخيص إذا تقدر تتوقع مثل ما تعلمنا شرحنا لكم محاضرة قبل هذه محاضرة فلنت مت تجي الشخص شباب ششوف قل هذا CT SCAM حسلا تنسينا حصلت كم درجة مايستيني brain window لو brain window تقل لا هاي brain window حسلا حاليا نريد نشوف المشكلة جاي شوف انت المشكلة هنا بس ما تدري هاي يالو فحسلا لازم شنسوي مثل علمتك هان تسلسون الدور على البيترس جاي شوف لا إذا انت مو infertentorial انت مين supertentorial رجائن هذا الكلام كله أنا حشيت بالمحاضرة ما الinterpretation ما الimension رجائن شوف أنا بتعال شوف هذ السؤال في المهم ما موجود البيترس إذا انت supertentorial زين عشت ايدك زين سؤال ثاني إذا supertentorial معناها هاي frontal لو و هاي شنو loxibital لو هاي شنو هاي lute temporal لو barital شون تحدد على ventricle جاي شوف ventricle ما كو إذا مو temporal معناها شنو هي barital إذا هاي المشكلة هاي جاي شوف هاي دامك إذا هاي lesion خطوطها يعني حلوة مبينة لا هي hemetoma ما بين النزيف لا هي مثل الهلال ولا هي مثل العدسة ولا هي مبينة هاي دامك لا هذا كتلك انت منشوف هاي شكل أنيق هاي تيومر هو تيومر خبيث يطلع شكل حلو المارجينز ما كتشوف شون حلوة هذا معناها benign يعني حمد الله حالة يعني بناign زين تكمل وين صار هاي التيومر صار قريب على اكزيال تيومر مو اكزيال تيومر زين تكمل قلت لك تتعلق بعد على شنو تقل على ايدمة زين السلوكة واضحة بس هنا شون تلاحظ اكو ايدمة صار سواد حول التيومر تقل لدي شادوينج روان تيومر اندكيتن ايدمة زين وتقدر تعلق تعليو زايد قل السلوكة ما واضح هنا ترى والجايراس ممكن قل همين بهاي جهة التيمبورال والأوكسيبيطال شوية ما الجهة الرايت همين رايح بس التهساهم شي هاي اعلق عليها قل اكو شادوينج يعني اكو ايدمة زين اكو شفتنج ما واضح حسي حاليا شفتنج حتى ما بين اكو اكو علقنا عليها نكلان علقنا على الشفتنج اكو سب كو هاي ما علقنا عليها الشفتنج علقنا عليها حددنا رايت لو لفت احنا اكو اكو لازم نحدد رايت لو لفت اوكي حددنا هو وجهة الرايت ازي نكمل سؤال ستة وثلاثة صفحة ستة وثلاثة ستة وثلاثة هاي بعد ستة وثلاثة حلوة يجي يكبع شخص مثلا يجي انا شخص عمر 23 سنة يعني مبقضنا تقريبا مرحلة رابعة اش مضربة على رأس يعني ترون مصار مثلا جي لعب ملاكة مضربة على رأس الطاح مضربة على رأس ندعام ممطقر على رأس بس شنو الغريب ما فطل وعي اوكي ولا زوع يش هو جاي يسولف لك على سالفة التزويع والفخدان وعي ممكن يقل لك اكون ترك رينال بس ما زاد مبين ما قل لك ما صار نذن العام عوامل يعني قلت لك هل من يسولف بالكيز يعني يقل لك دير بالك بس من يجينا باوعنا الراس لقين جهة الفرونتال جهة اليمين ما الفرونتال لقينها مورمة ها وجاك الطوارئ شا سوين طوارئ على شخص وقف النزيف هو انت مضروب على رأس اوكي وقف النزيف نظف الجرح هنو بخليه بغرفة نيورولجيكل وراقب علي هافيس لعده مشاكل أبرموتون نيورون نيورون هاي سوالف وطيها مانا لجيسيا طيما براستوال هاي سوالف حسب يعني قوة الانف حتى تعال يعني هاي شغلة اوكي يقلك سؤال هاذا المريض يحتاج هاسمتل ادمشن اذا سيتي طلعت نورمال تقله ما يحتاج هو اندخله بالمستشفى بشرط اذا كانت سيتي نورمال وانتبهنا ماكو اي مشاكل بالأعصاب وماكو اي تتابعات وانتظرنا بالوقت الكافي ماكو حاجة تبقية بالمستشفى بس بنفس الوقت لازم تطي تعليمات ان الخاف صار عندك مثلا تحس فقدت الاحساس بيدك بالوجلك مده شنو تعالي اركض لي اركض حتى نلاحق لك هاي هوظر مهمة ترى اوكي اجيك شخص شنو اجيك شخص طفل عمر 12 يعني سنة طاح خطية من مكان عالي وظل يزوع شوف هنانا هسه ظل يربط لك جاه لك ظل يزوع الشخص من يطيح المكان عالي بس خصوصا على راسه وقام يزوع يعني فكر ريزة انترك لنا مرشان ما فقد وعي الطفل هالمرة هم صارت عند دور ما براسة بس هم جهة الرايت بس مو بالفرونتال بالبرايتل سوينا سيتي لقينا اهميا ريت برايتل لينير سكالا فركتش يعني اكو كسر بالعظم نوعا لينير يعني اذا هذا العظم هسه اوكي فهيتشي لينير هيتشي صير اوكي شي تسوي يعني من اجم انت تدخلوك ملاحصا شي تسوي تخلي نيورولوجيكل تضطيئ نفس الكلام خافوك انفكشن تضطيئ انتيبيتك تنتبه مونيترينك يعني فايتل ساينس وتنتبه على اشياء اللي ها علاقة بالانتراك رينا وبرشار اللي قلت لك نامل ما شغلت يقول لك ورا ساعتين عيني يعني اليمنى توسعت وقلت لك لازم دايما فانتبهنا ورا ساعتين من طيحتي توسعت توسعت بسبب ان شنو صار اما يعني ما طاكفة شي دقيق يقول لك شنو توقع واحدة من الاسباب اهم واحدة تقول لي صعد الضغط برأس ممكن صار هرنيشن من صار هرنيشن اكلوه من دماغ تحرك قام يضغط على نيرف يهم اوكيولوموتر نيرف هذا هو متحكم بالبيوبول فانضرب هذا النييرف فصارت البيوبول متوسعة فانت لازم روري تدخل ممكن حتى تصر عملية جراحية وهذا السؤال الاخير ما نريد نطول بعد عليكم كافي هو يطولنا جاك شخص حسنا 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 اوكيولوموتر نيرف دايخ ويزوع ويونا مضروبه بلورد فيجون ها تذكرون هاي محاضرة هي ادي تراما اي تذكروها ان شاء الله تذكروها شخص مضروب على رأسي يقدر الصوح يزوع وعنده مشاكل برية هذا معنى راست نيرفع راست نيرفع فيقلك ما تجد فيجب 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 فيتال سائن انت دائما اول ما يتخل تقل لك طول تسوي لفيتال سائن راح تلقي عنده زايد الضغط مثل ما قلت لك بما انه هاي حالة راست نيرفع يعني تلقي عنده كشنك تريد اللي يحشيناها اول ما بدينا المحاضرة اللي هي عنده مشاكل بالقلب اللي هي بريديكارديا وهايبر تنشن وتلقي عنده الرقل الرسپايراتري لسبب اذا كان هناك وجود راست نيرفع وكيد راح تجد عنده هيدك هذين اثنيناتين انه معناها جاي يقل لك ترى انتراكرينا ترى صاير عنده تحتاج تفحص عينه بالأفثة المسكوب اكيد يعني قلت لك احنا من تبدي تطور حالة الانتراكرينا تبدي تطور عندك البابيلي اديمه اذا ظهرت معناها هاي شنو جاي تأكد انت اكم معناها what is the possible density of the lesion in her brain city scan اوكي احنا سيتي قلنا نقول عليك ما الدنس تتوقع الدنسيتي شنو يعني قصد هايبر هايبو زين هو اشغل صالة اسبوعين انا قلت لك الاكيوت اللي هو يكون ابيض اقل من اسبوع والكرونيك اللي يكون اسود اكثر من ثلاثة سابية فبما انه اسبوعين اذا هاي الحالة شنسميها سب اكيوت سب اكيوت يعني مو تقدر تقول هايبر تقدر تقول هاله السحالين هو سب اكيوت بس كمل يقل لك ظاهر شكل كريسنترك شكل الهلال هذا شكل الهال يمتظر بالسب ديورال هيمتوم اذا نتقل له هذا مريضنا عنده سب ديورال هيمتوم يعني هو سب ديورال هيمتوم ايه ويعتمد على الاج تقل له تحديدا الغالة يكون سب اكيوت لانصال حلو يعني اللي يجي نحنا شوي اكثر شي تاجيرا دقيقة بها اتمنى يعني محاضرة وضحة واي حتشيت انا اسف يعني وضعت وتفاصيل بس يعني اتمنى هاي تفاصيل حقه ساعدكم بحلول يعني الاسئلة يعني الغالب يعني اذا ضبطت هاي الافكار وافتهامت شون حلينه معظم الاسئلة رح تقدر تحل ان شاء الله انا ما رح وقفرها اكمل كل ساحل في المجموعة فارما وكل ساحل مجموعة تأسئلة واتمنى التوفيق ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة